اشتركوا في القناة كل ايامكم حلوة وسعيدة وكلها نجاح وكلها تفاؤل انا دايماً ليه بأكد على انه يكون في عندنا تفاؤل ويكون في عندنا امل في ربنا قبل اي حد وامل في بكرة لازم طول الوقت يكون عندنا امل في ربنا طول الوقت ان نكون متفقلين ببكرة طول الوقت نكون منتظرين الاحسن ودايماً بنشتغل على نفسنا علشان نوصل للاحسن ودايماً ما نقفش يعني سقف طموحنا او طموحنا ما يكونش ليه سقف وما نقولش اني ياه انا معقول حبقى كده او معقول حوصل لده اه ليه مش معقول لو انت اشتغلت على نفسك كويس لو انت كنت حريص على ان انت تصدق نفسك وتصدق حلمك وتصدق طموحك وتكون متفائل ربنا حيقف جنبك لان دايماً ربنا بيوفق كل مجتهد ولكل مجتهد النصيب وكمان تفائلوا بالخير تجدوا ليه تكون متشائم وليه تكون متوقع اسوأ سيناريو تحت فكرة اني لو توقعت الوحش فجالي الحلو فحنبسط طب من تتوقع الحلو هجيلك الحلو فحنبسط اكتر يعني ليه تتوقع الوحش او ليه تكون شايف نفسك انك مش هتقدر تدي الاحسن ومش هتكون او اخرك كده لا ما يكونش عندك اخر ارجوكم الشباب تحديداً مؤخراً للأسف بقينا نشوف يعني حوادث توجع القلب شباب بتنتحر او شاب بنتحر ورمى نفسه مفوق البرج انا الحقيقة لما شفت المشهد ده عدت افكر بيني وبين نفس كتير قوي يعني ايه اللي شافه في دنيته ده لسه طالب ايه اللي شافه في حياته علشان يكون نفسه قصير قوي كده وروحه ترخص بينه وبين نفسه يعني يحس ان الحياة ملهاش قيمة ايه اللي ممكن يكون قابله علشان يقول ان حياتي ملهاش قيمة ليه ما بتعفرش في دنيتك مهما ان كان قابلك في حياتك من صعوبات او مواجع او كلنا بيقابلنا مواجع وكلنا بيقابلنا صعوبات وكلنا بتقابلنا عقبات لان ربنا خلقنا في كبد طول الوقت لازم نكون عندنا مشاكل وهي الدنيا كده صيف وشتا وخريف وربيع شوية حلوة وشوية وحشة عمرها ما هتكون خط مستقيم لما نشوف جهاز رسم القلب بنلاقيه عالي وواطي وعالي ينزل ويطلع وينزل ويطلع معناه ان احنا عايشين وان قلبنا كويس لو الخط ده بقى مستقيم حنموت يعني الحياة لازم تبقى على طول عالي فوق شوية وتحت شوية حلوة شوية ووحشة شوية مش دايما هتبقى حلوة وعمرها دايما ما هتبقى وحشة طول ما احنا عندنا ايمان ويقين بالله وطول ما احنا حرصين على اننا نكون احسن وطول ما احنا حرصين على اننا نطلع لقدام نطلع لقدام طول الوقت خطوات طول الوقت بنطلع سلالم طول الوقت بنشتغل على نفسنا طول الوقت افرد نفسي بكفأتي مش افرد نفسي علشان واسطة ومحطش في دماغي الواسطة الواسطة هتساعدني ممكن تفتحي الباب لكن الواسطة عمرها ما هتفردني الواسطة عمرها ما هتنجحني الا اذا انا كنت فعلا نجحة مؤهلة يعني دايما بشتغل على نفسي وعلى امكانياتي وبطور من امكانياتي وبطور من ادائي المهني والحياتي كمان علشان افرد نفسي حتى لو ما قدرتش افرد نفسي هنا ابص دايما حوالي هلاقي ربنا فتحلي باب وانا مش واخدبلي منه بس ادور اشتغل مع ربنا طول الوقت دايما اتاجر مع ربنا باني هعمل ده علشان اوصل لده ويا رب دايما كفئني وفات الكتير يا بلدنا دايما فات الكتير والكمان اللي جاي احسن باذن الله واهلا بكم في ساعة صبحي اشتغل